أيها الأحبة دعوني أتأمل معكم هذه اللوحة الهندسية الرائعة ذكر اللون الأسود في القرآن سبع مرات بعدد أبواب جهنم كما نرى أمامنا هذه هي الآيات السبعة العجيب أن كلمة جهنم ذكرت في القرآن سبع وسبعين مرة أي سبعة مضربا في أحد عشر الأعجب من ذلك أن اللون الأخضر ذكر في القرآن ثمان مرات بعدد أبواب الجنة فالنتيجة تكون جهنم سوداء وتكرر اللون الأسود سبع مرات بعدد أبوابها الجنة تتميز باللون الأخضر وتكرر اللون الأخضر في القرآن كله ثمان مرات بعدد أبوابها المفاجأة الآن أن كلمة أبواب بالجمع ذكرت في القرآن كله خمسة عشر مرة بعدد أبواب الجنة والنار لا نملك إلا أن نقول سبحان الله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر